السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله هو الصانع هو الحق سبحانه وتعالى وحينما نمرد نلجأ الى العلاج بالماء بالقرآن لان القرآن هو كلام الله وصفة بصفات الله ونحن صنعته فلما نقرأ كلامه في الماء ونشربه بحلال الصنعة ديالو كان دولا الخلطة خلطة العجيبة خلطة بكلام الله وحسب ما جربته هذه سنين وسنين وسنين الحمد لله كدقى الشفاء التامد يا ما الناس قد عرفهم عندهم امراض احترافها الاطباء عندهم سرطانات كاللي عنده السياتيك كاللي عنده مرض نفسي دي الخوف والهلع وبهالطريقة يشفى سهلة هي ان كل انسان لا يحتاج الى راقب لا لنت ترقي نفسك بنفسك انتهى هذه الليلة قبل ما تنعس هتاخذ الى ديال الماء هتقرأ فيه ما تيسر من كلام الله واللي محافظ شيء يقرأ غير الفتحة رأى الفتحة فيها البركة وفيها التسير تسمى الشافية والعافية والكافية نقرأها سبع مرات بينية الشفاء ثم لما تشرب الماء هذا كل ما يمشيه مع الجسد حلوحة الارض اللي هي قاحلة ثم يصيبها الغيث من السماء فكانت قاحلة فاذا اصبها الماء اخضرت وانبتت من كل زوج بهيج هكذا الحياة دي الجسم البشاري يتفاعل ايجابا مع ماء القرآن العظيم وده مجرب الحمد لله وياما وصيبها بأمراض تقول غدا خسبشي عن طبيعي وخصلي نشد سيربيس وده اخد موعيد وخصلي غلاف مالي تقول اشي دير هاد المسألة باليقين كديرها باليقين كتنعس كتصبح في الصباح والله مثل الحصان قوي ما عندك لمراض ولا اذى ولا اي مكان نسأل الله الشفاء للجميع بغدت تقول لك لأم محمد على الاخت الوزنة اخر مكالمة معها كانت يمسكي كتعاني من ظروف صعبة كان المطلب ديلها هي قتلي لو قتل شي حد يقال يا شي سكن في المدينة هي عايشة في الجبل عايشة في الجبل ومعزولة عندها واحد العزلة ما كان تخرش وصعيب باش تهوض من الجبل فكان الملتمس ديلها إلا كان شي حد يقدر يعطيها شي سكن في المدينة هي كتسكن في باب الرد في الشمال ده واحد دي الحسيمة أو الأتاونات إلا كان شي واحد في طنجة أو في ماجا وراها العرائش ومبغام ولكن صعبة المشكلة دي السكن هدو المشكلة صعبة كي يجو عندنا عدد كثير دي الناس داخل لإدعاء عندهم أحكام بالإفراغ الحلم ديالهم يلقى سكن وكانت منها من إن شاء الله تعالى أهل الخير أحسن عمل ليقدروا يقوموا به يتعاودوا بعض رجال الأعمال خمسة ستة رجال الأعمال يبدأوا واحد السيد رجل فاضل جمع جمع الأصدقاء دينوا رجال الأعمال قال لهم أجد دينوا واحد العمال صالح للقوم به الله تعالى قال لهم زكاة أموالكم نجمعها كل في صندق واحد ونأخذوا واحد المقع أرضية ونبدو فيها وحدات سكانية اقتصادية وبالبعد نوزعها على الفقاراء والمساكين ونجحتهم القضية تقرب ما يزيد عن ثلاثي شق قدروها وزعها على ناس الضعفة ولكن بالبعد العمل لم يتم وقع فيه النزاع وللأسف دائما إبليس فيما لقى شي عمل صالح إلا ويقتحم هذا الاجتماع ويمحث عن الحلقة الضعيفة ثم يثير الجدالة والنقاش فيفسد المشروع ولكن علينا أن نواصل فهذه فكرة الناس اللي يبغي ويقدموا المساعدة أنهم يفكروا رجال أعمال كبار يلقوا الله تعالى يوم القيامة بقصور تجري من تحت الأظهار كي يجتابعوا فيما بينهم كي يخدوا الأرض رامل الضمين لكن العمل اجتماعيها كدار الضمين يعطيهم الموقع الأرضية ثم يبنيوا وحدات سكانية ثم يقدروا يعطوها لنسلهم إما عندهم إعاقات إما نسل عندهم الأيتام لا عندهم ظروف صعبة ولو أن الناس لا عندهم ظروف صعبة كتر وكتر جدا نطلب الله السلام والعافية للجميع شكرا لك للا أم محمد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في أولادك وفي صحتك اللهم أمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله